اشتركوا في القناة اتنولوجيا والفيسبوك والواتساب ما فيش اشي بعيد الكل قريب فدائما بالقلب وصباحكم نور ودائما بتشرفونا وبحضوركم بمتابعاتكم بملاحظاتكم اللي بتبعتوها على صفحتنا متابعتكم لبرامجنا وايضا اقتراحاتكم نحنا على مدى الثلاث اسابيع عم نحكي عن السينودوس وكان هذا مطلب من المتابعين على السينودوس الابرشي ومتابعين لنشاطات الكنسية يفهموا عن السينودوس اول حلقة ما كانش الموضوع كتير متابع من الجميع وحبوا الاستزادة اكتر احنا حاولنا نشرك الكهنة جميعهم والمنصقين للحديث عن السينودوس واليوم ضيفنا عزيز علينا وعلى تلالوميرو مش غريبة على شاشة النورستاد وايضا هو طبعا عرفته ابونا جوزيف سويد راعي كنيسة مر شربل في عمان وهو ايضا النائب البطريركي في الاردن للموارنة الموجودين في الاردن واللي بيحكي انه موارنة هل في موارنة في الاردن فهذا بيجاوب عليه الابونا لانه اظن هلا بهالمدة اللي انت ابونا هلا اشتغلت فيها في الاردن وكنت حاضر بهالمناسبات عرفت مين هن الجالية المارونية فبتخبرهم هلا بالموضوع ومنشوف قدي في عدد من هالموارنة موجودين ومين هن وجودهم باي شكل كمان بالموارنة فمنقولكم صباحكم نور صباح نور لكل المتابعين الان على صفحتنا على النورستاد اللي عم بيتابعونا مباشر وايضا اللي عم بيكتبوا صباحاتهم المباركة طبعا احنا اللي بيكتب واللي بيصبع علينا بكير يعني بيكون له محظوظ انه نذكر اسمه بنقول له فادية سلطي وام عادل النمري صباحكم نور يسعد صباحك ابونا جوزيف اميلي فليفل وبلة خدر وايضا جيلاني بوشناب وربيع زيرابي وبشرة أروشي صباحكم نور كل اشخاص الموجودين على صفحتنا عم بيتابعونا لما منصور صباح الخير وعيسى فراج ووائل زيادين صباحكم نور عم بشوف شباب صفحتنا عم بيعلق شوي كأنه النت فخبروني اذا كله تمام ولا هذا النت من التابلت اللي معي فعشان ما نكونش نكون على الخط معكم مباشرة قريمي حميد وايضا خالد ثابت صباحكم نور التعليق من عندي حاضر يا منار طبعا منار عماري هو على المونتاج على المكسر وعنا ريمون حتر أيضا وبطاقم لبنان نورستاد منوجه لكم التحية ومنقولكم صباحكم نور هلأ روحبوا معي بأبونا جوزيف سويد فأبونا الشاشة هلأ الآن تنطلق لك الله معك الله معك المشاهدين وعن جد مثل ما قلتي فرحة أنه نرجع نتلاقى نتواصل لأنه هي فكرة التواصل هي فكرة سينودوسية بامتياز فتحية سينودوسية لكل اللي عم بيرفقونا وعم بيمشوا معنا هالمشوار مشوا مع تليل يميار عبر هالسنوات كتير يعني بتصور 30 سنة منهم شغلة صغيرة هن بذور نزرعت بهالبيدر اللي بدي سميه الحقل الإعلامي وصار يكبر ويكبر والحلو أنه دكتور منه بس المشاهد منه بس مسيحي يعني كتار بيقولولنا عم نرفقكم عم ناخد معلومات عم نحب الإشياء اللي عم بتقدموها وعم نستفيد لحتى نتعرف عليكم فالسينودوس هو إنه نفتح بواب نفتح قلوب نفتح عيوننا نبلش نتواصل نبلش نخرق نعمل يعني بتعرف اليوم الحرب الأوكرانية الروسية والحرب الأوروبية اليوم عم بتسكر عم بترجع تخلق حالة ضغط نفسي بيجي السينودوس اللي ده طرحوا أداسة البابا تيقلنا فتحوا البواب حطموا الجدار بنوا جثور روحوا التواصل مع الناس مش بس انتوا تحكوا خلوا الناس تحكي مش بس انتوا يكون عندكن مقاربات لهوتية وغيرها الناس كمان عنده وجع بدا تقوله فالسينودوس نحنا عم نتلاقه معهم وعم نمشي معهم كيف بالأحرى الإعلام فأنا بقول مش بس الكنيسة عبر قنواتها اللي هني الأباء إذا بدي سميهم الروحيين إنما كمان الإعلام هي وسيلة الأولى لحتى تقدر تبث روحوا السينودوس وكمان يمكن كل المؤسسات والجمعيات وهي دولة كمان عندهم شي قلوب فالكنيسة بتعطي دينتها بتعطي قلبها ونحنا اليوم كرجالات كنيسة بنقوله للناس مثل ما قال ساموئيل للرب تكلم يا رب فإن عبدك يسمع قاله إيها لربنا ونحنا بنقول لهم يا ريت بتحكوا حبينا نسمع يا ريت عن جد بتعطونا عيونكم وقلوكم أحبون نعطي أكتر إذا أنتو صمت إذا الناس اللي عم بيشوفونا هلأ دكتور صمت ما بدي قولوا لنا شي ما بدون مرات ينكوزونا ما بدون مرات يقولولنا مش رضيين نحنا مفكرين إنو القصة مااش الحال فبدي قولوا لنا بدي قولوا للإعلامة مش مش الحال بدي قولوا للكاهن مش مش الحال بدي قولوا للشخص اللي ققد ورا مكتبه وهو لازم يكون على الأرض مش مش الحال فهذا أنه نفتح ذناينا دكتور هذا الأساس إن شاء الله بصير بشي إن شاء الله يا رب أبونا نحن بالبداية دايما نصلي صلاة فهي صلاة السينودس نصليها مع بعض أساس أنه نكمل حديثنا الشيق مع المتابعين على صفحتنا وأيضا على نورسا تلفزيون تليلوميار فنصلي سوا بسم الأول ابن والروح أيها الروح القدس ها نحن واقفون أمامك ومجتمعون معا باسمك أنت مرشدنا الوحيد تعال إلينا أمكث معنا ارتضي أن تسكن في قلوبنا علمنا الهدف الذي يجب أن نصبه لي وأظهر لنا كيف نسير معا نحن ضعفاء وخطأ فلا تسمح بأن نحدث الفوضى حولنا ولا أن يقودنا الجهل في طريق السوء أو أن يؤثر التحيز على تصرفاتنا دعنا نجد فيك وحدتنا حتى نتمكن من السير معا نحو الحياة الأبدية ولا تبعدنا عن طريق الحق وعما هو صالح نسألك هذا كله أنت الذي تعمل في كل مكان وزمان في الشركة مع الأب والاب والابن والروح الكبوس إلى أبد الأبدين آمين حلو الكلمات أبونا لصلاة السينودوس لأنها عم بتوضح من خلال هاي الصلاة الفكرة العامة من السينودوس واللي عم بيسأل بقول أنه على ثلاث حلقات عم تحكوا عن السينودوس بصراحة ما بيكفي حتى كمان لأنه اليوم تواصلت مع كهنة في الشمال فبعض الكهنة وحتى المتابعين الموجودين بالشمال بقولوا أنه إحنا ما عرفنا عن السينودوس ولا فهمنا السينودوس إلا من خلال تلالوميار ومن اللي أنتوا عم بتبثوا بصفحتكم على النورسات فعلا فهمنا السينودوس وحتى كمان عم بقول أنه ارجعوا للحلقات السابقة الثلاث أسبوعين وهي الثالث السابقة واحضروا اللي حكوا الكهنة والمنصقين عن السينودوس وشو عم بيطلب منا قداسة البابا ما تضلكم مغيبين أنه تقولوا ما حدا إيجانا ما حدا اجتمع معنا ما حدا خبرنا ما عملوا لنا لقاءات ما قالوا لنا شو هو الاستبيان ما حكوا لنا شو هي صلاة السينودوس أو الهيكل كله موجود إذا أنت تريد أن تعرف تقدر تاخد المعلومة والنت مفتوح صار والمعلومة متوفرة ومتواجدة فما تظلنا نركن أنه ما يجوا اجتمعوا فينا ولا يجوا عملوا المجموعة ونصقوا مع الخوري وجابهم على اجتماع وفي القاعة بطلت هاي الأسليب متبعة حاليا يعني المنصقين عم يجتمعوا عشان يعملوا خطة عمل خطة عمل كيف أنهم ينشروا هذا السينودوس فصفى الإعلام جزء مهم في نشر المعلومة والتوعية وأيضا حتى الاستبيان لما حتى على الانترنت عم بيبعتوا الاستبيانات ويعبوها ويرجعوا يبعتوها للخوار مو بحاجة حتى يطلعوا من بيوتهم لأنه صار من خلال هالشاشة ومن خلال هالانترنت وهالكمبيوتر وهالصفحات التواصل الاجتماعي كله متوفر وموجودين وينما كان فبيضل ما في حج عندك اتقول ما ايجوا حكولنا ما ايجوا خبرونا ما عرفنا فتوجهوا لك اهن الرعية اذا كان الرعية ما حكى لكم انتوا حكوا ليا ابونا في استبانة فيا ابونا حبي ان احنا عبينا الاستبيان وهي الاستبيان اعطيناك اياه بيجمع الاستبيانات الابرشيات وبيبعتوها للجنب تجمع هاي المعلومات عشان نحن وانت وهي وهو مثل شعار السينودوس يعني عم بيجمع كافة الفئات المجتمع حتى دوي الحاجات الخاصة الاطفال العجزة الكبار بالسن الكهنة الرهبان السلطات الكنسية كلها مجتمع هي ماشيين مع بعض لسينودوس الفين وثلاثة وعشرين من اجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة فالسينودوس جاي من القاعدة الى الرأس الهرم مش من رأس الهرم وعلى القاعدة فيه ناس كتير تتهم الكنيسة انه عم بيعطوا واني مش عارفين الشعب شو عم بده بيعطونا قراراته بيعطونا توصياته بيعطونا ويلا انتو نفزوا هلا حطت الكرة في ملعب المؤمن انت شو بدك صح هون صح كتير وانا هون بده اطلب من اخوتي الكهنة والمنسقين خاصة بالاردن اي شخص حبيب يعرف اكتر عن سينودوس بيقدر يجمع عبر يمكن مواقع التواصل مع رعيته زوم وغير زوم انا رح بلش اعمل كمان لانه هلأ ما بلش زمن سينودوسي مسيره مسير تصوم الالفين واحدة وعشرين واثنينة وعشرين تلاتة وعشرين لازم يكون عندنا كان من سنت الواحدة وعشرين نضوي تلاتة وعشرين نكون بلشنا نبني على الاسس اللي طرحها قديسة البابا ومن هون بقول كل مجموعة او كل رعية حابة تعرف بيقدروا يتصلوا بكاهن بيقدروا يتصلوا بحدا من المنصقين وبيحضروا معه هالتبيان او شو هو السينودوس كيف ممكن يشاركوا واكيد الشغلة صرت سهلة مثل ما قلت عبر موقع التواصل نعم ليش الحلو انه نعملها لانه فيه ناس بقولوا انه الكنيسة عبر مجامعة ما عرفت هيك تخرق مثل ما قلت كمان دكتور بدي ارجع ضوعة شغلة يمكن بالبنان كنا نقول يعني اجا المجمع الفاتيكاني التاني من كل وهجو اللي انطرح على الكنيسة ونحنا حكينا وحكينا وما بعرف شو بالنهاية نيمنا ورجع اجا المجمع الباترياركي الماروني اللي نعمل ويلطيف وع اساس انه شوي نيمنا هلأ فيه سينودوس ورح نيمه انا بقول فينا نيمه وفينا نحييه مين بده يحييه مثل ما قلت وبده يضوع على الشغلة كتير اساسية هالمرة الكرة منى بملعب الكهني والأساقف والبطارك هالمرة قديسة البابا قال لهم تعووا تقلكن بدنا نسمع شعبنا بدنا نسمع شبابنا بدنا نسمع اللي عندهم يمكن مشاكل اللي عندهم يمكن ظروف صعبة بدنا نسمع القاعدة شو بده ولازم هالقاعدة تلهمنا وتتحدانا انا هون بقول نعم على الكهن انه يفتح بس فتح لهم القناة وقلهم عدوا سمعو مين الاشخاص اللي بتحسوهم عندهم انتنات حلوة وعندهم اسلوب حلو تيقدروا يطالوا الفئات كلها سوا هيدول الاشخاص لازم يضلهم عن جد يبسوا عبر مواقعنا لانه كنيسنا اليوم قادرة تجمع مجموعة الشبيبة اللي موجودين عندها بس مش بس شبيبتنا يعني الشبيبة وحتى امات ونبيت وحركاتنا ويمكن مؤسساتنا ويمكن يمكن كل الاشخاص اللي ما عم بيكونوا بالكنيسة او ما عندهم وقت يكونوا بالكنيسة بدنا نخرقهم بدنا نقعد عندهم بدنا نسمع لهم وبدنا نشوف ليش بتعدوا ما احنا كمان بدنا نجرب نوصل عبر هالقنوات للناس اللي اصلاً منا بين ايدينا وبدنا نسألهم انت ليش فلات انت ليش تركت نعم مثل الابن الضال نعم ترك البيت وراح وعاش حياة بالبزخ وإلى ما هنالك صار يشتهي ياكل من الخرنوب اللي عم بيكلوا منه الخنزير يعني حالة خنزرة اذا بديك شوي شو عم بعمل هون يا عم طب انه عندي بيت عندي قصر ياخي انا وبي ما بخلبي ولا شي الخدام اللي عنده عم بيكلوا انا هون عم بوت جوع اعود وامضي الى بيتي ابي فالاشخاص اللي هن منهم بين ايدينا نعم دكتور ضروري نروح لعندهم ونقول له انت ليش فلات نعم عندك يمكن وجع عندك قلق عندك شي ما شفتوا فيي انا ككاهن بترجاك تع بترجاك قول بترجاك صرخ وجعك انت ابن انت ابن وبي اقول له لخيه اللي هو بين ايدي بدي اقول له بني انه شو عم بتحكي انت جاي عم بتتهمني انه والله انا اعطيت لخيك ما كل ما هو ليه هو لك ولكن علينا ان نفرح ونتنعم لان اخاك هذا اللي هو كان بغيه بالنسيان كان ميتا كان نضالا ورجع بدنا نرجع اوكي كتير مهم هيدا الاساس انه نقدر نرجع نجمع فئات المجتمع نقعد معهم نسمع لهم وعنجد نركن للي عند لو جعهم صح خصفت ابونا يعني كلامك انت على الوجع ايجا المشكلة ابونا انه نحن في الاعلام والتلفزيون نعد والوسم اللي موصفين في الاعلام الديني والاعلام الكنسي في كتير بعاد عن الكنيسة حتى ما عم بيحضروا صح لا عم بيحضروا نورسات ولا بيحضروا ولا فيسبوك حتى يعني بيشوفوا بس منظر كأنه ما بيخصوا انت مسيحي وعم تحكي على الكنيسة وبتحكي عن الوداس لما بتشوف الوداس داير على هالصفحات الفيسبوك اكيد وانت بتقلب الفيسبوك وعم بيتفرج على الصور عم بيشوف انه هاي في اوداس بيمر عنه هاي في خوري شكل صورة خوري بيمر عنه حتى الصور هادي عم بنفر منه فهذا الشخص احنا شو الطريقة اللي ممكن انه نجدبه ابونا هذا الشخص البعيد اللي لا بيتطلع عن نورسات ولا بيتطلع على مواقع اخرى دينية ولا بيتطلع على فيسبوك دكتور نحنا معدنا جزابين خلينا نكون بمطرح معين خلينا نقول نحنا بمطرح معين فقدنا لمعتنا نعم يعني اعلامنا كهانتنا رهباننا راهباتنا الإكليروس البطاريك المطارني هيدا السينودوس لازم يكون لقلهم محط تأمل نعم يعني البطرك عم بيقول سوري الهداسة البابا عم بيقول ليش ما عدنا جزابين ليش ناسنا متل ما انت قلت نسحبت نعم شو صار وشو هي الامور اللي حدثت ونحنا يمكن مشكلة الرعاية بتعرفها حتى شعبنا بلش يتنصل نعم بلش ياخد شي تاني بلش ينجذب أكتر إلى مواقع أخرى نعم طب هالفراغ نعم كنت عم بحتفل بعرسقانة نعم بارح انه هالفراغ اللي أحدثوا غيابنا وهجنا الباهت طريقة تواصلنا أسلوبنا بالحكي كراءاتنا ويمكن علمنا خلى الناس تروح تفتش عن شي تاني عبي لقلوبة نعم شفته بقنوات بأخبار تانية يمكن بشغلة يمكن وبعدين لا تنسى الضغط اللي عليهم كمان خليهم أكتر وأكتر ينسحبوا نحنا علينا نكون جذبين نحنا علينا نستعمل الشي اللي عن جد بدي سميه طعم نعم يعني الصياد المهر شو بيعمل بدوا يروح يستعمل الطعم تا يقدر يشتزب السمكة نعم وهوني أنا بقول بدنا نكون خبراء في هادي الشرك اللي عم نحكي عنا أنه تكون أكسبرت هيدا اللي عم بفتش عنه المجتمع اليوم أنا ما بفتش عن موظف تانفطر تجيب حطه بشركة وقعطيه 2000 و 3000 دينار وأنه أنت ما عندك مؤهلات أنا بدي فتش بهيدي الشرك اللي عم بفتحها هذا السينودوس عن أشخاص مخمرين عن أشخاص محترفين عن أشخاص لذيذين يعني في لزة وزيته بتكليه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بتقول لي يا خي طب ما خلاص أنا بنوع أنا بحط طعمي بحط هيدا النكهة هي اللي بتخلي الإنسان يرجع ينجذب لكنيستي لموقعي للحديث اللي عم بعمله لحوارنا اللي عم نعمل يمكن مرات بيبقى واحد عم بيقلب انت بتشوفي بيبقى معه الموبايل الريموت الريموت وقت اللي بيوصل لإله بيجي بدي يقلب بيسمع كلمة مرات بتمسكو بيضل وإذا عن جد قدرت تشتسبي أكتر وأكتر وأكتر بيبقى معك ساعة بيقول اف مرأة الوقت ما انتبهنا هيدا اللي بدنا نحاول نعمله والسينودوس هو أنا بسميه بده حركة خبرة وبده أشخاص عن جد يعرفوا يستعملوا الطعم إذا استعملناه صح دكتور أنا بقول لا شعبنا بحبنا شعبنا بحب يسوع بحب الكنيسة ولكن الكنيسة عليها أنها تعمل خطوة نوعية وبستراتيجية عن جد فنية ومدروسة جدا تعمل هالمقاربة تمد إيه ده بقى حيش بقى عايشين بأبراج عالية الإنسان اللي عم بينسحب هو لأنه عم بيطلع ما عم بيشتسبه وحسسني أنه أنا والإعلام والمبعر حسوا أنه هيدا صار بعيد عني ما بقى بيمثلني فالسينودوس جاي يقول له يا ابني شو الشي الغلط ليش ما بتجي بتقلي ليش ما بتحركني أنا كمان بمسيرة معك وأنا بهمني خلاص نفسك أنا لا يهليك أحد هادي مهمة هادي من الصعوبات اللي أنا بعيشها اليوم أنه والوجداني اللي عنده الكاهن والراهب والراهب والبطرك وإلى ماهون تحتى نحاول نرجع نحتضن أولادنا ونجيبهم ونمشي معهم المشوار ما بيمشي لوحدة الخلاص مش ما نوت فيي أنا أنا اللي لا في وسائل تعاونا نستعمل الوسائل إن كانت وسائل تواصل الاجتماعي إن كان وسائل بالخبرة تبعيتنا باللي بدي أدمه يمكن بالمشهدية اللي بدي يشوفها مثلا عرس قانا كنت عامل على المزبح ميدي فعليا النبيد والخمرة وال يمكن الخواتم وبعدين شوية زينة الجرات إلى ما هنالك خاطبت بعض الناس اجوا قالوا للناس حبينا المشهدية طب اللي بيشتزبون اليوم مش بس إنه مزبح تحت المزبح في شي على المدخل في شي هن وفلين في شي كل هيدا الشي اللي عم من أدمه هو حالي لحتى نخرق طعم أكتر من هيك حديثنا نعم نظرتنا نعم تواصلنا امتدادنا لعندهم نروح لعندهم ونجرب نقولهم شو الشي الغلط اللي عملتوا الاتصال مرات بدنا نعزز ونعتمد وسائل جديدة نفحص قلوبنا نختبر معهم نخمر علاقتنا نحنا وياهن نتذكر إنه نحنا بيوم الايام كمان كنا بعيد وبعدين تقربنا وبدنا نعمل فعل عايش معا هيدا السينودوس سلسلة أفعال سلسلة خبورات بنجمعها مع بعضنا دكتور ومنقدمها طبق حلو 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 أبونا لأنه هذا هو المراد من السينودوس يعني اللي عم بيسمعونا كتار وعم بي ممكن عم بيقولوا مظبوط إنه في كتيرين عم بيشوفوا التواصل الاجتماعي والبوستات والآخري لكن طريقة الجذب يعني أحيانا الناس أحيانا عشان تجذب أكتر عدد للمشاهدات بيحبوا الأخبار اللي فيها فضيحة ومشكلة وسيئة يعني لما أنا بكون في بيكون بمجموعات وهيك بقول لي سمعتوا وشو صار مع الخوري اللي فلاني إنه مثلا كذا وشو سمعتوا مع بتكون يعني مشاكل وهيك فبحكي لهم بقولهم تعرفوا إنه قدست البابا عامل سينودوس جديد غير عن السينودوس اللي عملنا قبل السنة الألفين وإحنا عملنا سينودوس أبرى شي سنة الألفين شو هذا السينودوس طب أنتوا على نفس الموقع وعلى نفس صفحة الفيسبوك سمعتوا عن هذا مثلا أو عن أدواء التواصل الاجتماعي إحنا بالنورسات إحنا عنا سياسة محددة عدم نشر أي شيء يسيئل الكنيسة بغض النظر يعني صح أو مش صح فنحنا ما بننشر هاي الأخبار وهذه سياسة معروفة من لبنان وإحنا متبعينا تكتل أن الكنيسة هي جماعة المؤمنين هي من الكيهم طبعا بالضبط وعما في أخبار يعني مسيئة فبيكون في بعض المجلات وبعض الصفحات اللي بتدعو حالها لإنها للإصلاح والتحسين وكذا بتنشرها لأنه بقول لكم إحنا ما منغط الخطأ هو مش موضوع خطأ بتصير الكنيسة تخطئ إحنا ما منقول مش الكنيسة لكن قائمين عليها لأن الكنيسة لا تقوى عليها أبواب الجحيم وإذا عم نظور لأنه بالصلاة بتاعة السينودس صلاة من أجل السينودس عم نحكي نحن ضعفاء وخطأة يعني نحن نحن ضعفاء وخطأ لما هون كلمة نحن مين نحن 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 اللي هون يحطن الشعار نحن ضعفاء وخطأة إنه الكبير والطفل والعاجز والخوري والراهب كلهم ممثلين بهالصورة وبهالشعار فنحن ضعفاء وخطأة فلا تسمح بأن نحدث الفوضى صح فإحنا سوينا فوضى نحن سوينا فوضى اللي ماشيين فعم نطلب هذا السينودس إنه هاي المجموعة اللي عملت الفوضى معترفين بخطأنا لكن نحن الآن مستعدين مفاتحين قلوبنا ولا أن يقودنا الجهل ولا أن يقودنا الجهل نعم أنا شخص مني ضد الفوضى بتعرفي مرات في طريق السوق نعم مرات أنا مني ضد الفوضى نعم يعني مرات بتعرفي في فوضى محببة وفي نعم في فوضى محببة أنا شخص فوضى وي قارفت كيف أنا بحب اخلق هيك شوية يعني مرات نكرزة احنا منسمي هيك بتنكرزة بتعملي هيك فوضى بتقولي لهم إنه آه أنتوا بتقولوا هيك شوية بتقالي لهم بس هي مش هيك آه رحقلك شغلي الإنسان بطبعه بحب يفتش على الشي الغريب نعم الشي اللي مش سامعه قبل الشي اللي جديد طب إذا كان اللي جديد بيجي من وراء فوضى نعم من وراء انتفاضة من وراء ثورة من وراء طيب حتى يسوع مرة عطيت موضوع اسمه بالموضوع كان اسمه انتفاضة المسيح نعم الفوضى اللي أحدثه يسوع بالتركيبة اللي كانت موجودة نعم عمل فوضى نعم عمل حالة غريبة زعج فيها الفرسيين والكتبة والأحبار والكهن زعج فيها الناس وشوي بعد شوي وعنده شي طاعتا نروح نسمعه نعم وقت اللي خلق هالفوضى راحت الناس انجزبت بعدين علقت بالطعم طبعا أنا بقول الفوضى الخلاقة مطلوب اليوم نعم شعبنا عم بفتش عن الشي الغريب نعم إذا هالشي الغريب قدر وصلوا لهالإنسان تا يمشي مع الدرب ويرجع يكتشف طيبة ربنا وأنه يكتشف أنه أنا ضعيف أنا مثلك إنسان عملت فوضى عملت خطيئة عملت خطايا بجهلة يمكن لأنه سقع قلبي يمكن لأنه كنت متحيز يمكن لأنه في شخص هيكي إجا اشتذبني لعنده بدل ما أنا اشتذبه لعندي هيدا بيصير وهيدا صار مع بطرس صار مع الرسل كلهم سوا اشتذبتهم يمكن للمرات وقال لهم ما يكون هيدا شي بيناتكن إن رؤساء والسلاطين والكذا بيعيشوا هيدا الشغلة بس أنتوا ما يكون في بيناتكن هالشي في يسوع جابهم من ضفة إلى ضفة أخرى وهيدا الفوضى خلقت إذا بدك حالة يمكن احتكاكية خلتهم للرسل يتشذبوا مثل الألم اللي بتجيبيه بتقوليلي انكسر بتبريه الكنيسة بده مرات مبريه بده مرات محاية ليش فيه هون الألم وهون أنه يبقى منمحي الأخطاء اللي بنعمل لأنه رح نعمل أخطاء مشان هيكي بدنا ورح أرجعين لازم بالسينودوس نفتش عن الخبراء في فن التواصل فن اللقاء فن الذهاب نحو الآخر فن الأشخاص اللي بيعملوا النكهة أنت بتروحي على المطعم بتقولي بدي نققي هيدا المطعم مش هيداك ليه لأنه هيدا في عنده نشاف عنده خلطة عنده شي ما عنده يا هيداك وأنا حبيتا بروح وبقعد بتلاقي الستاف كله سوى الاستقبال الابتسام الدحكة المرات اللي بيقدموا لك مرات بيجوا بيحطوا لك البلاتفورم حلوة وبيجي الشاف بالنهاية من بعد ما يخلص طبخته بيجي على الطاولة لكن شو ملهم بيجي بيقلك حبيت بتقوله حضرتك الشاف طب هيدا شو طلعوا من المطبخ بالقديم كان ممنوع يطلع من المطبخ اللي لازم يطلع هو المسؤول المطعم اليوم صار بيطلع الشاف طب هيدا الشاف اللي خلق هالنكهة بيطلع بيطلع فيه بتقولي يا عمي ليك شو نظيف ليك شو ضحكته حلوي هيدا مش بس قاعد بالمطبخ هيدا قدر يخرقني هيدا عطاني نكهة بحضوره بيابتسامته بيمجته لعندي بيتواضعه وليك شو عمل مش محقول يعني شي حلو هيدا البدا تعملوا الكنيسة اليوم الشاف المسؤول يتفضل يقعد مع الناس يلتقى بالناس يصغل الناس يميز شو اللي كان صح وشو الغلط ويلهم ويتحداني حتى انا ارجع قال له طيب ها أنا زا تفضل خبرني شي جديد قل لي شو عندك اذا قدرنا نخرق الطبع الانساني ونحط نكهة جديدة بحياته اكيد بنعمل سينودس حلو ومبدع وفني وخلاء بحياته ابونا احنا بس عشان هيك بدي اراجع لبعض الاسئلة عم بيخبروني انه في اسئلة على صفحتنا طبعا شكرا لكل المتابعين ونحنا من كتر تعليقات يعني الموجودة والصباحات والمتابعات يعني دلالة انه خرقنا بعض قلوب الناس انهم يتابعونا فمنقولهم صباح الخير للكل صباحكم نور ايمي حتي نصر صباح الخير ابونا صباح نور ومعلم عمر بني يعني بسمة هلسة كلهم بصبحوا عليكم عليك ابونا كمان تحية لقلوب وشكرا على هالحلقة الجميلة وهالكلام الرائع اللي دخل عم يدخل قلوبنا نعم نحنا بحاجة لها الفوضى علشان نرجع نستعيد دفئ وحرارة الروح اللي بتشتغل بقلوبنا سعيد عبدالعال وننظم صفوفنا كمان نعم نعم عام سليمان وحياة عواد وعماري ايفون حتر وصباحكم نور خير يا رب جابر موريس قردحجي وأيضا الأسئلة اللي طرحت ضروري ابونا ما نظلناش مستمعين نظلنا نعمل أكثر ما نحكي العمل هو الفعل هو أساس المحبة والوحدة اللي بناتنا يا أبونا ما في وحدة بين الكنائس كيف الكنيسة بهذا السينودوس ستقوم بالوحدة نعم من ذكرت كلية وحدتنا دعنا نجد فيك وحدتنا نجد فيك وحدتنا يعني كلنا مجتمعين فيك ومنحكي كل تسمحي ليقول شغلهم تفضل دكتور في عنا مشكلة كبيرة وبصدق أنا عم حسها وعم ضوقة كمان حتى بالأردن الوحدة بدأ اختراقات غريبة يعني دايماً منحكي بالوحدة والعالم ما بقى عم بتصدقنا العالم ما بقى عم بتشوفنا بحالة وحدة أنا بقترح عن جد يمكن لأنه سألتيني بالأول عن كنيسة المارونين نعم نعم أنا حابة بكون عنصر وحدة وبين هال يعني أعمل هالخلطة الحلوة نعم ليش لأنه كل كنيسة في عندها شي بميزة نعم وشي حلو تقدمه شو الخلاف نعم على الطبيعتين على ما بعرف شو يسوع قال هاي دي وما قال هاي ديك ويسوع قال هاي ديك وما قال هاي طب قال هاي دولي بياتنا وجدودنا عم بحكي الأباء إذا بدي سميهم خلقوا فوضى نعم ومنهم انسحبوا ومنهم عملوا كنيس ومنهم عملوا بس اليوم بدي أرشي يفتش بالكلمة بالإنجيل عن الشي اللي بيجمعنا نعم عن الشي اللي قادر يعطينا شو كان بده شو واجع يسوع شو واجع عن جد الأب والابن والروح والروح معنى تيفعل هيد القضية أنا اليوم بدي أقول لكل أخوتي اللي عم بيشتغلوا بالسينودوسات بالوحدة الكنايس نقعد عن جد مش بس نفكر سوا نقعد بس لحتى نتواضع نخلي ذاتنا نعم نشوف عن جد كيف بدنا نعيش الشراكة بقى شعبنا ما بقى عم بيصدقنا يا دكتورو من هوني بقول إجا الوقت حتى نسمع دقات قلب الناس ما بدي بتطلع فيه وقل له حكيه مرات منحكي شي بس دقات قلبنا مختلفة يعني نويانا شي آخر بدنا نعمل وبدنا نحضر وبدنا نشيل وبدنا نخلق وبدنا شوية بتجي بتطلع بتقولي نوية خبيسة نوية مش صادقة نوية مخفية أنا بدي أسمع ما لا يقول ما لا يقوله اللسان لسان بدي أسمع عيونك نعم لك شو عم بقول بدي أسمع عيونك بتطلع بعيونك وبيقول فيها صدق طب شو يعني فيها صدق ما الصدق بيبين باللسان مش بالعيون بدي أسمع دقات قلبك وقول دقات قلبها لها الإنسان صادقة بدي شوف الصدق شعبنا بدوا يانا نكون صادقين مش بس هيك إنه يا با بالعلن وعالتليفيزيونات وبالإعلام نحن تعاووا تفرجوا علينا تعاووا سمعونا وتحت الطاولة نحكي حديث منه لا يقارب الإنجيل الإنجيل هو سينودوسي يسوع مشي معهم يسوع حبهم أكل معهم غسل جريهم إذا رح نظلنا معلقين منبثك من الآب ولا منبثك من الآب والابن وعملية الروح وعملية كيف تصير القصة وإذا رح نظلنا على هيدا المستوى بحالة خلاف أنا بقول ما رح يقدروا الناس يفهموا عن جد شو طبيعة كنيستهم كنيستهم هي شو؟ هي اللي قاعدة عن إجريهم كنيستهم هي اللي قاعدة عن تصغيلهم كنيستهم هي تواضع يعني وقتنا نقول نشيد مريم أنزل المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين أشبع الجياح هي جياح ناطرين الجياح أشبعهم خيرا والأغنياء أنا مستغني أرسلهم فارغين ضروري بدنا نعمل هيدا الشي هيدا مسيرة بدت تكون خلاقة وبدت تكون عن جد بعد كل هالفوضى اللي موجودة بالعالم وهالغليان اللي رايحين على حروب يمكن إقليمية عالمية نووية وغيرة نجي نقول طب عنا شي بعد نقدمه أنا كتير بدي أركن بهيدا السينودوس على كلمة إلي يسوع وقت اللي بعد الإيامة طلع بالشباب كانوا سبعة بالبحر سألهم سؤال من عن الشط قال لهم يا فتيان عندكم شي بيتاكل جيبوا من اللي معكم جيبوا من تعبكن يمكن أرفكن ما بعرف قديشكم جيبوا حطوه معي وشوفوا شو بصير عندكم شي أنا بدي أسأل كنيستنا كل الناس عم تسألني يا أبونا أينتا أنا بقول نعم تعوط حتى نسأل أولادنا وشبابنا وصبيانا وعائلاتنا والخاصة اللي صاروا غرباء عن بيت الآب غرباء عن كنيستنا غرباء عننا وما بدوا يسمعونا بقى لأنه منا جزابين يا شباب عندكم شي بيتاكل هيدا السينودوس جاي لكم تعووا أدموا اللي عندكم خلونا نحطه سوا ونشوف إذا فينا نلاقي نقاط مشتركة أو نلاقي قنوات نقدر نفتحها من جديد حتى نتواصل نعم نعم أبونا نحن فيه فكرة اللي هالاستبيان نعم 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 بمعنى بمعنى أنه هذا الاستبيان سؤال سؤال نطرحه قدام الشاشة ونبقى نجاوب عليه من مجموعة من الأشخاص كل فئة حسب صح حسب فئتها مثلا ما مدى التزامك الشخصي بالكنيسة قداس وخدمة ونشاطات منجيب ناس نتصل فيهم بشكل عشوائي ونسمع ونسمع الإجابات يعني لأنه اللي عم بيصير الآن وخلينا نكون صادقين أبونا نصادقين هنه هنه جماعات الملتزمة في الكنيسة صح هي لقادي عم بتقرها الاستبيان وعم بتجاوب عليك نحنا بدنا نروح صوب نحنا بدنا نروح صوب فلان وفلان وفلان وإحنا نتوجه له ونقول له إحنا رح نعمل اتصال معك دكتور انت لي فيك تعاملية اتصال معك بدي جاو مش اتصال بعتي الشباب على الطرقات عند الاعدين يمكن بمحلهم وكذا ممكن كمان فكرة كل مرة كل يوم بسأل سؤال لمية شخص موجودين بالسحات بكل المطارح وبرجي بقول هيدا اللي صار هيدا اللي سمعناه من الأشخاص بتقدس مش كتير أوكي عظيم عم بحكي المجتمع بتروح عند المسلم شو رأيك بكذا عن جد لازم ننزل على الشوارع والسحات أنا عندي نشيد سميناه نشيد اليوبيل سنت الالفين نزلوا على الشوارع كلهم على الرصيف جيبوا ياللي ضايع واللي بلا رغيف برموا على المطارح جيبوا المدري كيف واللي بلا مبارح واللون خريف إذا ما راح ننزل على الشوارع ونبرم وندق بواب الناس ونشوف بالميلاد شو ما نقول روح زورهم ببيتهم ببيتهم فقير ما عندهم شي طب انه أنا بدي لا خلي يجوا لعندي هيدا السينادوس هو انه نروح صوب لعندهم على الشوارع والسحات وندق ونسألهم وإذا عن جد عنا شي نقدم لهم لازم نقدم لهم بس مش بس انه نقدم لهم إعاشات العالم ما عندنا إعاشات شو ما كلي كنيسة الدولة بتقدم الإعاشات لكنيسة بتقدم الخبرة بتقدم لهم الغيزة الروحي الكنيسة بدأت تقدم لهم يسوع القربان التوبة تمشي معهم تسمع لهم ترشدهم هيدا اللي بدنا عمله دكتور امتي فيك تعملي عبر اثنين كاميريات يتوجهوا يوميا يجبوا لك هلأ الشباب رح يقولولي يا عمد جبلنا شغل لا وهذا شغلنا كمان فهي عادي فكرة ممكن عملتو بالحقيقة ما بعرف يعني احنا في بعض المواضيع مثلا التهاني في بعض المواضيع عن الميلاد لكن موضوع الاستبيان بدنا زي ما تحكي نخرق هالمتعودين عليه نجتمع نعطيه الاستبياني نجاوب عليهم سؤال سؤال لأنه بس مش قادرين الكهنة يخرقوا ويوصلوا للأشخاص اللي ما عم بيوصلوا لهم دايما يعني انا بقول لك انه نحنا مثلا بحلقتنا او بالنورسات وايك مين عم بيحضرنا الاشخاص اللي مامنين في هالكنيسة وعم بيستفيدوا منا بس في كتير اشخاص عم بيقلت لك عم بيبرموا بهالفيسبوك بيشوفوا اه نورسات وبطلع عنا بيشوفوا خوري ايه وبطلع عنا اوقات بجدبهم خبر محطوط عن كنيسة في بحض الصفحات او كذا وهيك فيها مشكلة او الخوري بتلاقي رأسا ينشرها كمان وبيحكيها شفت الخوري اللي فلاني شو عمل شفت الكنيسة شو عملت شفت بصر ايش في ملف فساد في كذا خذا في خوري كان كذا وكذا علي قضية في رأسا هاي الاخبار تنتشر مثل النار وباخبار انه بقداس البابا عمل سينودوس ليش هاد السينودوس ما حدا بيعرف ليش شو المناسب لقلوا ايه كنيسة دايما بتضلها تعطينا قوانين وبتعطينا تشريعات وبتعطينا انزم ومشوا عليها واتبعوها بطل حدا يآمن عم بيزيد الالحاد عم بيزيد الفتور الروحي عم بيزيد البعد عن الامر وزادت هاد الشي كمان كورونا كورونا والوضع الوبائي بعد الناس على الكنيسة اللي كان يجي مره بهالشهر على هالقداس يوم الاحد بناشا نقول مره بهالاسبوع مره بهالشهر بطل يعني فيه ناس كتير بس معهم وشباب كنت اشوفهم في الكنيسة عم بشوفهم بالصدف باماكن عم بمطاعم بكوفيات بشوبس هدول او بالشوارو هيك وين ما عم بشوفكم في الكنيسة معه كورونا وهي السنة بقولولي السنة كاملة نحنا ما دخلنا الكنيسة فبقولهم غلط يعني مش انه غلط غلط بمعنى انك انت فاسد او انت شرير او انا كذا وهيك لكن الغزاء الروحي ما عم تاخده مين عم بيعطيك اياه اذا ما عم بتروع كنيسة وما بتسمع كلمة الله من اكل الجسدي وشريبة دمي له الحياة الابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير سرنا بعاد عن الكلمة وعن اللقمة بالكديسة بالكنيسة وفي ناس بصدق انا بقول يمكن هلأ رح يكونوا بين ايدينا اكتر بتانين رماد اللي جايه نعم يمكن زمن الصوم نعم نحني كل الكنائس الغربية نعم بأسبوع الالام خلونا عن جد نكون جزابين خلونا نحكي عن السينودوس خلونا كمان من خلال اعلامنا نتو دكتور نشوف كيف فينا نرجع يعني ما بدنا نظلنا نقول في شكاوي بدي اقول ناسنا طيبة بس ناسنا مرات نحنا كلنا السبب مباشر سبب مباشر لابتعادهم خليني اقول اكتر من ابتعادهم انسلاخهم نعم هنين سلخوا عن ذاتهم وصاروا بيكرهوا صاروا يا عمي ارفانين من اللي سمعوا ومن اللي عملوهم شو هون بدنا نجي نقلهم متل ما قال يسوع للتلميزين اللي كانوا اللي حقين وقت يحنى المعمدين دل بأسبوعهم هيدا حمل الله شافوا الماشين ورا ولكن عن بعد طلع فيهم حضق إليهم طلع بعيونهم شو بتكن يا معلم اين تقين واقع ما عنده تلك الليلة وقدوا معه العمر كله خليهم يجوا عند الكاهن يقولوا له ابونا بدنا نسألك واحد اثنين تلاتي نحنا هيك حسين عنا غربة عن بيت الآب ونحنا حسين بفراغ مللنا هالجرة قلبنا روحنا اذا حسوا عنده كلمة حياة هالكاهن اول شي بيكونوا خلصوا نفسه تاني شي بيكونوا خلصوا نفسه بدنا نعمل اختراقات حلوة بدنا نصغي بدنا نمشي الطريق سينادوس بدي ارجع عيدها ان نمشي نسير معا مش ماشي لوحده كل واحد ماشي بخط ان نسيرها معا نصوب الطريق ان نصغي ان ننتبه بدي شوف وين الخطأ وين الخطية اللي صارت حتى نسلخت مجموعات كبيرة عنا وصارنا بيجي البي والام الشباب مش معنا طب منروح لعند الشباب منحص الاطفال مش معنا في عمل كبير وانا هون بدي معي الدكتور صلي لرب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاد لانه تلعن بيقلوا الحصادين او اذا بدي اقول الفعلة لهالحصاد رح نوصل ليوم من الايام عم بتطلع بكنيسة اوروبا اللي صارت عم بتشيخ كنائس اخرى وحتى عنا بدي اقول طب كيف بدنا نرجع نعمل هالعجنة بدنا فعلي لهالحصاد بدنا ناس متلنين من الله شبعنين من حليب الكلمة شبعنين من روح الله حتى يلهموا الاخرين مش بس الكاهن بدو يلهمني امي وبي بدو يكون كهنة الالفية التالتة هني كمان قادة الالفية التالتة انبياء امين للالفية التالتة بس الكاهن بدنا نظلنا انه الكاهن هو التارجت ما اجا الوقت بابا عم بيقول انت التارجت انتو كهنة وانتو شعب كهنوتي يا عمي خدوا دوركن لبل انا بدي قلوهم اكتر للناس بدي قلوكم اش مطولة دوركن خدوه عنوة سحبوه سحب ولك حتى من ازلعيم يسحبوه انا عم بحكي عن هذا يتاعوا خدوه من قلبي خدوه هذا الدور دوركن انا بفرح فيكن بس شوفكن قدامي عيزتي بتصفي الى نكهة وطلطي اسلوبي بدنا نسمح لهالشباب وبدنا نقلوه نخترقونا وخدوه اللي بدكن ايه نحنا بالنهاية شو بدنا خلاص نفوسكن نعم في ابونا هلا اجتنا دعوة من من كنيسة الكاثوليكية من طبعا ارسلها ابونا مودي هنديل اللي انه هو المنصة العامة تحيي لقلب الرائع نجد لابونا مودي عندهم لقاء للسينودوس مع الكهنة والرهبان والرهبات واتحاد الرهبانيات يوم الجمعة القادم بخصوص السينودوس والتعريف عن السينودوس وايضا تعبئة الاستبيان فاحنا ان شاء الله منغطي ومنتابعه ليوم الجمعة يريد تقولي ايه نهار الجمعة الساعة يوم الجمعة برنامج اللقاء الساعة العاشرة عاشرة وهو في كنيسة ماريلياس للروم الكاثوليك جبل الحسين اي جمعة هيدا الجمعة ولا جمعة جمعة 11-3 نعم 11-3 للمشاركة في مسيرة على خطأ السينودوس شركة مشاركة ورسالة تدعوكم للمشاركة معنا في اللقاء الاول حول السينودوس يوم الجمعة 11 اذار في كنيسة ماريلياس للروم الكاثوليك جبل الحسين برنامج اللقاء الساعة العاشرة تجمع وصلاة الساعة العاشرة ونصف تعريف ومشاركة الساعة 12 استراحة والساعة 12 نصف حلقات حوار والساعة الواحدة ملخص وتقرير فمن اجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة فهذا هو اللقاء الاول للسينودوس الابرشي ورح طبعا تزيد اللقاءات لانه في عنا جدول عاملينه بالسينودوس انه جدول زمني يعني مرتبينه انه بشهر ايبريل شهر اربع لازم يكون في موجود بين ايدي الكنائس والاساقفة مجالس الاساقفة ملخص لمسيرة السينودوسية وايضا ملخص للاجتماعات اللي بتتم بين الكنائس فبشهر ايبريل فهذا ملخص لازم يتوجه من كل الابرشيات الموجودة بالاشر فبالنسبة ابونا لموضوع الاستبيان هذا رح ينتم يعني هذا اعلان اليوم عن بالحلقة طبعا احنا نطلب كمان مساعدة منك ابونا في انه الاستبيان هذا ناخد الاسئلة والاجباب من العامة من الشعب رح يتم التواصل معاهم عن طريق النورسات نحنا كمان ايضا رح ناخد دورنا كاعلاميين نحنا حضرنا بالراعية استبيان على جوجل وحضرنا باندربعتي لمن يرغب هي كمان تنسهل قصة كيف بنا نوزع وراق او شي لا عبر موقعنا كل الاشخاص اللي موجودين معنا عبر يمكن الرعية وموقع الرعية رح يكونوا عم بياخدوا بس بدي اتمنى انه وقت اللي بيوصلن ما بدا شي غير ان يقبسوا نعم نعم نريد لا نريد جيد ولا مش جيد وبيبعطوه حتى يكون عنا اكبر عدد نقدر كمان نبعطوه للأساقف يكونوا عن جد يعني عم نلهمن شو ممكن تكون المرحلة الجاية لانه بدكن نصحح نعم عندكن هلأ الدور تتصححوا مشان هيكي انا رح استفيد من هالأسابيع الصوم او سبع أسابيع لنحكي عن العرس كيف بدنا نمشي هالسينودوس نمشي معا نسير معا من خلال فرحة انه الكنيسة عم تمشي شفاء الأبرص قديش نحن بحاجة انه نوصل للمهمشين المبعدين التعبنين وكيف من خلاله نخرق تالت أسبوع مثلا رح نحكي عن الناس فيه نزف بالمجتمع فيه نزف عند الشباب هيدا النزف كيف بدنا نلاقيله بدنا نلمس طرف أهداف يسوع ونقل له انه شفيت وقمت بدنا ناخذ القرارات وننفذ بعدين الابن الضال يعني كل درب الصليب اللي رح نعمله نهار جمعة رح نجرب نخرق المخلع الأعمى والشعنينة النسير ندخل معا إلى أورشاليم هيدا اللي بدنا نعمله حتى عنا بالكنيسة وأكيد كل اللي رح يجوا يسمعوا رح يسمعوا شيء الصوم مسيرة سينودوسية من خلال درب الصليب حلو أبونا نحنا بس نخبر الشباب لأنه عم بيخبروني أنه بدهم يسلموا بيروت بكير اليوم نعم نعم في عوني سليمان حبيت أنه أحكي المداخلة كنت في أمريكا وتعرفت ع بعض الأباء الأجل هم يخليك تكون متواجد في كل المناسبات الدينية في الكنيسة التعامل مع الكل زي كلامك أبونا وأنا حبيتك هيك الصحيح أنا كمان بحب الناس الطيبين اللي في القلب بيدخلوا شكرا يعني شايفي أنه بقول يعني بمعنى أنه الأخوري الكاهن هو اللي جذبه جذبه أنه يظلوا مستمر متواجد في كل المناسبات الدينية اللي عم بيعطوا بشوفوا الإنسان بيطلعوا بعيونك شو عم تطلب بلسانك بعرف شو بدك أنت من عيونك الكنائس هي صورتها زي الأم والطفل كل ما عطيتك حنان وإلهام قريب منك أصبح البيت الثاني إلك فعلا يعني يريد كل مسيحي يعتبر أنه الكنيسة هي البيت الثاني إله لبعد بيته ففي ناس كتيرين لا مش الكنيسة القهوة محل ما بيعملوا الأرقيل المطعم أو مكتبه أو الزياراتهم أو نشاطاتهم أو الجم أو كذا ما إمتى إمتى بيكون الكنيسة هي بيتنا الثاني منقول عنه أنه بيت الثاني رأسا أنه هو الكنيسة فدقيتين معنا أبونا ننهي حديثنا الشيق وإن شاء الله إلنا لقاءات أخرى كمان نحكي عن السينودوس كيف شايف نحكي نتحدث عن السينودوس ومنخترق قلوب الناس والموجودين معنا منعطيهم هذا الزاد بروح الوقت بسرعة وخاصة معك أبونا وحديثك الشيق فإن لقاءات أخرى كمان مع السينودوس والحديث عن السينودوس وأيضا عن الاستبيان كلمة بسلم مكروف ستنهي هالحلقة إن شاء الله بدنا نكون صادقين بدنا نقف قدام المريي بدنا نقف قدام شبابنا واللي بتعدوا عن بيت الغاب وعن جد نتمرى فيهم هن مريتنا بدي أعرف أنا شو محبوب بش محبوب مطلوب بش مطلوب بدي شوف عن جد وجي من خلالهم السينودوس أن نمشي معا بدنا صدق بدنا شفافية بدنا بطولة وبدنا تواضع إذا هيدول الأركان الأربعة بيتوفروا دكتور نحن عن جد بنقدر نقول إنه بالألفية الثالثة ومع كل هالتغييرات الجغرافية والإقليمية والدولية قادرين نرجع نحط بذور جديدة ونرجع نحيي هالأرض اللي صارت عن جد آسية مثل مبارح أو مثل كل مرة إذا بتجي بتطلع بالأرض بتلاقيها كيف هاكي بدون ما تصقيها مي كيف مرات بتصفي يابسة نعم في ياباس كبير بدنا نخرق هالياباس بالمي اللي ممكن يعملها الروح حتى يرجع ينعشنا أنا بدي أشكركم على دعوتكم وعلى هالليكا بدي أشكرك دكتور وإن شاء الله عن جد هالتبيان اللي عم بتقولي إن شاء الله يقدر يفوت لعند الناس نفهم شو بدون الناس وإذا عن جد فتحنا لهم قلبنا ودينينا وعيوننا قادرين نرجع نربحهم لخدمة الملكات أمين شكرا لإلك يا أبونا جوزيف توايد رعي كنيسة مار شربل في عمان وهو أيضا صديق النورسات وصديق شاشة نورسات تحيي الأهل مع بلبنان ونورسات لبنان بيروت فكانوا باستضافتنا واستضافتنا بهذا الصباح المبارك على كل المشاهدين والمتابعين على صفحتنا على نورسات جوردن وكمان على نورسات وتلفزيون تلالوميار بنحيي الكادر بعمان وبي لبنان على هذه الحلقة نتمنى لكم نهار مبارك وصباحات جميلة أيضا مثل قلوبكم المحبة وكل عام أنتم بخير في صيام مبارك للي يتبعوا التقص الغربي فإن شاء الله لنا لقاءات أخرى متواصلين معكم في برنامجكم الأسبوعي صباحكم نور إلى اللقاء شكرا لأبونا شكرا لأيديك عندك كلمة ريحة ألبك ترجع الدنيب تضحك لك نور ساتي ليلوميار نور ساتي ليلوميار نور ساتي ليلوميار نور ساتي لنم صلاواتي ليلوميار نور ساتي ليلوميار كلمة صريحة قوية تصرخ لال الطائفين هي رسالة مسكونة مش سياسية ولا حزبي وصوتة للوحد الكنسية نور سات ليل امير نور سات ليل امير نور سات ليل امير